خلينا نروح لأخبارنا المحلية المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بتبدأ تطبيق قائمة المحزورات للعام 2023 خبر مهم جدا المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو بدأت بتطبيق قائمة المحزورات للعام الجديد 2003 بداية من النهاردة الأحد الموافق 1 يناير 2023 المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أرسلت كانت أرسلت في وقت سابق خطبات رسمية للاتحادات الرياضية المصرية بتضمن إختار بالقائمة الدولية للمواد اللي ليها علاقة بالمواد المحزورة اللي يحضر على الرياضين اللي هما يتناولوا حشان الأطباء يتعاملوا معاها في الأندية ويكون في توعية من قبل الاتحادات إيه اللي ممكن يسبب مشاكل بالنسبة للرياضيين ويتم منعهم علشان ده يعتبر من المنشطات قائمة المنشطات المحزورة يدرك فيها في هذه القائمة العديد بقى من المواد الجديدة اللي حيتم إدرجها زي ما قلنا من النهاردة الأحد 2023 أكيد طبعا الخبر ده حيكون مهم للعيبة للإداريين للمدربين أكيد طبعا للأطباء وليهم علاقة بديرة التعامل مع الرياضين كنا شفنا أزمة كبيرة جدا حصلت في الاتحاد اللعبة الخاص برفع الأثقال كان تم منع لعيبة من المنتخب المصري الرفع الأثقال فيه سابقا علشان اكتشفوا أن هم كانوا بياخدوا مناشطات هم مش عارفين دي كانت مناشطات على أي حال